ست قالتلي على حاجة كلنا بنرميها في الزبالة وما نعرفش قيمتها كنز بجد هيحللن أكبر مشكلة بتواجهنا خصوصا مع أطفالنا بالليل حاجة ببلاش والله كلنا بنرميها في الزبالة ومش عارفين قيمتها قالتلي بلاش أدواء واختراعات يا بنتي وأنا هقولك على السر اللي أجددنا كلهم مشوا عليه بس قبل ما نبدأ الفيديو بتانا للنهاردة بشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة وعلى تفعالكم على الفيديوهات اللي فاتت وإن شاء الله الفترة الجاية أنزل الفيديوهات أكتر ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو زي ما تعودنا سكروا الله صلوا عن نبي لايك وشير والاشتراك بقناتي مطبق شيري إذا عندك وك ولو استفدت من الفيديو ده النهاردة أنا عايزك تشاري الفيديو مع غيرك علشان أنت كمان تغدي السواب قالوا بقى لما أقولوكوا إيه هو الكنز اللي بنرميه فعلا في الزبالة وبيحللنا مشكلة كبيرة خصوصا مع أطفالنا وإحنا كمان ذاتنا في سالة بيحللنا مشكل كبير جدا بس عمرنا ما استفدنا منه ولا عمرنا خدنا بلنا إيه هي العشبة دي أو إيه هو المشروب اللي إحنا هنعمله للنهاردة وإزاي هنعمله وإزاي هنمشي عليه علشان نستفيد منه بقدر الإمكان وإزاي هيحللنا مشكلة الصغيرين ومشكلة بتاعت بالليل وإزاي هيحللنا كمان إحنا مشاكل كتير بتواجهنا في حياتنا اليومي حاجة كده من الحاجات اللي النس فعلا بتتجهلها وبترميها في الزبالة وما تعرفش أهميتها لإن هي لو عرفت أهميتها هي بعد كده هتخزنها ومستحيل إن هي ترميها تاني في الزبالة هنعمل منها منقوع أو مشروب للنهاردة هيحللنا مشاكل كبير جدا وفاتع له بقى علشان نشوف إيه هي الفوائد المذهلة للشاي اللي هنعمله النهاردة وإيه هي مكونات الشاي برضو بتاع النهاردة الدرة فلا لا لا مش الدرة أنا مش عايز أكوا تلوقتي تتخضوا خالص من اللي إحنا هنعمله الدرة طبعا وإحنا عارفين أهميتها ولكن الحاجة اللي إحنا بنرميها في الزبالة ومش عارفين أهميتها هو الشعر اللي بيكون بتاع الدرة سواء الشعر اللي بيكون من برة أو الشعر اللي بيكون موجود جوه الغلاف بتاع الدرة اللي هي بالبلد دي اسمها شواش الدرة فتعلوا بقى لما نشوف كده أهم مشكلة هيدا هو بيعالجها معنا وأنا عامل الفيديو مخصوص علشانه وهي مشكلة التباول اللي إراضي عند الأطفال في أطفال صغيرين بتبقى المثال عندهم ضعيفة وبتبقاش مستحملة بالليل إن هم يمسكوا نفسهم حتى لو أنتم منعين الميا عنهم يعني قبل من النوم بساعتين تلاتة أو مقللينها بكمية كبيرة جدا بالليل حتى لو بتصحهم مرتين تلاتة أربعة برضو بتكون مشكلة التباول اللي إراضي موجودة غزبا عنه فالشعر بتاع الدرة أو المشروب أو المنقوع اللي احنا هنعمله النهاردة هو بيعالج أكبر مشكلة بتواجهنا وهي الحد من التباول اللي إراضي ومش بس كده فوية الشعر بتاع الدرة أو شواش الدرة دي الفايدة الوحيدة لها هي علاج التباول اللي إراضي لا ده بينظم السكر في الدم كمان وكمان بيعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الدور كمان مدري للبول للناس اللي هي بيكون عندها سموم أو يعني سموم زيادة يعني في الجسم أو كده هو بيكون مدري للبول برضو ده لي طريقة غني جدا بفيتامين جيم بيساعد جدا في إنقاص الوزن بيقلل جدا الإصابة بالنقرس أو بيحد من الألم المرافق لمرض النقرس وبرضو ده لي طريقة تحسين صحة الجهاز الهضمي وزي ما أنا قلت لكم معالجة التباول اللي إراضي علاج مشاكل كلا لإنه هو مدري جيد للبول تعزيز الهضم لإنه فيه ألياف وبيتحكم فيه النزيف مقاومة أمراض القلب بيعالج الطفح الجلدي فيه معادن أساسية ضرورية جدا للجسم زي الفسفور والمغنسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم فتعلوا بقى لما نعرف إزاي نجهز الشاي الشعر الدرة ده مع بعض أول حاجة لعلاج التباول اللي إراضي وده اللي أنا عامل عليه الفيديو مخصوص بنجيب معلقة كبيرة أو شوية كده كبور من الشعر بتاع الدرة بنحطهم في كباية مية وبنسب عليهم مم مية وبنغطيهم من ربع ساعة لعشرين دقيقة بنقدر إن إحنا نغليهم في كنكة بس لو كان كنكة ليها غطى بس لازم يكونوا متغطيون عشان ما يفقدش الصوات الغذائية اللي موجودة فيه بعد ما يبرد تماما بنبدأ إن إحنا نحلي بعسل وبنديه للأطفال قبل النوم بساعة أو بساعتين علشان نقلل من يعني على المدى مع الاستمرارية كل يوم قبل النوم بساعتين هنقلل من موضوع التباول اللي إراضي لحد ما يختفي تماما والمسانة بتاعتنا دقوة هو مدرر البول طبعا أول فترة لو فيه أي سموم في جسم الأطفال بتخرج والموضوع ده بيقل كمان مع تمارين كيجل للأطفال إن هم يناموا على ظهرهم ويحط رجليهم على الأرض ويبدأوا إن هم يرفعوا الحوض لفوق وينزلوا لتحت يرفعوا الحوض وينزلوا لتحت برضو الحركة دي بتقوي جدا من المسانة بتاعت الأطفال طيب لو إحنا عايزين نعمله بقى علشان خاطر يحد من الألم اللي بيرفق مرض النقرس نبدأ إن إحنا نجهز الشاي الشعير زي ما أنا قلتلكو كده بس هناخد ثلاث أكواب يوميا مع الوجبات بتاعتنا أو بيحط جدا من ألم المصاحب لمرض النقرس لو في بعد كده أي مشكلة بتكون موجودة طبعا في الأمعاء أو في المعدة هو بيعالجها لإنه في ألياف وأنا عايز أقول لكم هو مش بيتهدم بنسبة 100% فهو بينزل معظمه زي ما هو في التويلت أو مع الحمام ولكن هو بينظف أو بيكنس البطن كده بالبلد حلو جدا عايزاكم لما يكون عندكو أي دور ما ترموش الشعر بعد كده زي ما أنتوا عرفتوا أهميته نبدأ إن إحنا نخزنه كده في الفريزر نبدأ إن إحنا نطلعه ونعمل منه المنقوع ده وكل ما يكون عندكو دورة حاو شوف برطمان يكون جاف أو في كيس يكون ناشف بالمنظر ده وتحطوه في الفريزر وما تنسوش تدعو لي كوباية قبل النوم هتعلاج لكم مشكلة التباول اللقراتي رب تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة وأشوفكم الفيديو القادم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة